سنكر وزير الخارجية الجزائري ما تفوها به ممثل دولة من منبر الأمم المتحدة ضد الجزائر واصفا كلامه بالوضيع واندفاع اللذي تافه ودني الطاف في كلمة نلقاها خلال أشغال النقاش العام للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الاثنين جدد إرادة الجزائر الصلبة من أجل بناء صرح ساحلي ينعم بالأمن والأمان والسكينة والرفاه وفق تعبيره لقد تفوها ممثل دولة من هذا الجوار ومن هذا الفضاء وتجرأ على بلدي بكلام وضيع لا يليق البتة بوقار مقام كهذا ولا يصح البتة مجارته في الاندفاع اللفظي التافه والدنيء إن مثل هذه اللغة المنحطة قليلة الأدب لن يرد عليها بلدي إلا بلغة مؤدبة راقية وهي اللغة التي تعكس بصدق وفاءه وإخلاصه لما يجمعه بدول وشعوب المنطقة من روابط متجذرة لا تتأثر ولا تهتز بالعوامل الظرفية العابرة في سوئها وعلى رداءة من يقفون وراء إذكائها ولدى بلدي إرادة صلبة ويد ممدودة وصدر رحب كلما اقتضت الظروف التعاطي مع كل أشقائنا من أجل بناء صرح ساحلي ينعم بالأمن والأمان والسكينة والسكينة